تفاحة المخدرات في شرطة تول كرم لنتحدث حول التعامل القانوني والرقابي الذي لابد وأنه لا يزال قائما حتى في ظل وقف التنسيق الأمني المزيد مباشرة بعد إلقاء التحدي الصباحية صباح الخير سنة المقدمة صباحك وصباح جميع المتابعين أهلا وسهلا بك يعني البعض يتحدث خاصة في ظل أزمتين ولربما أزمات متتالية أزمة الكورونا ومن ثم اليوم نحن نعاني من أزمة سياسية حقيقية لكن بالبداية كيف يبدو وضع محافظة تول كرم فيما يتعلق قضية المخدرات إلى ماذا تشير الإحصائيات؟ يعني سؤال جيد موضوع المخدرات هو موضوع آفة العصر في زمننا وإحنا في طول كرم كباك المحافظات الوطن والوطن كباقي العالم موضوع الانفتاح التكنولوجي اللي نعيشه الأيام هاي كما هو معلوم إلو إيجابيات وإلو سلبيات نعم يعني إذا ما نتنعرج عن موضوع المخدرات ونتحدث فيه بدي يكون أحد سلبيات تطور التكنولوجي وسهولة التواصل بين الناس وسهولة نقل المعلومة بسلاسة وبأريحية ولكن ضمن إذا جهود إدارة مكافحة المخدرات كجزء من الشرطة الفلسطينية وكجزء من المنظومة الأمن تقوم بما عليها وما لديها من وسائل وآليات متاحة ضمن القانون يعني إحنا في إدارة مكافحة المخدرات منشتغل ضمن شقين وخطين متوازين نعم الخط الأول هو خط إنفاذ القانون كما هو معروف للجميع في مراحقات ومتابعة المروجين والمتعاطين لهذه الآفة والهذه المواد والسموم والشق الآخر وهو الشق التوعوي الإرشادي اللي منقوم باستمرار من خلال الشركاء في المجتمع إن كان من مؤسسات أهلية أو مؤسسات حكومية أو من وسائل صحفية وهذا العمل التوعوي على مدار 24 ساعة وعلى مدار السنة نعم يعني متواصل ومش زي ما بنقول هو مش موسمي ولا مؤقت ولا لحدي وبالتالي الديمومة والاستمرارية في عملية التعامل المتعاون والمشترك ما بينكم بين كافة الجهات التي ذكرتها هو ركيزة أساسية في العمل الأمني والحفاظ على سلامة هذا المجتمع من هذا الفيروس الذي كنا قد ذكرنا بصراحة أشد فتكا من فيروس الكورونا لأنه هذا قديم حديث طول كرم وان بتروح يعني إذا بدنا نصنفها هل هي بصراحة يعني هل وضعها خلنا نقول يذهب إلى نوعا ما الاستقرار والأمان أم لا يزال الوضع بحاجة لتكثيف العمل يعني شعرت في سؤالك في كلمة بصراحة كأنه احنا باستمرار ونخبي معلومات أنا العلم يعني أغلب الناس بتعرف أو متابعين لهذا الموضوع المكافحة المخدرات بتابعونا كل سنة إحنا عنا مؤتمر صحفي كل سنة باسم الشرطة ناطق اسم الشرطة أو العلاقات العامة في الشرطة بتقوم بنشر جميع البيانات والإحصائيات بتخص الجرائم بكافة أنواحها من القتل إلى الحوات المرور وهذا إنجاز لأنه أساسا مع الاحترام صحنا ما بنحبش الجرائم بس هو إنجاز بأنه إنجاز شورتي وأمني إنه بيتم التعامل مع كافة هذه القضايا وفق الإجراءات القضائية والقانونية وهذا بحد ذاته يعتبر نقطة في رسيد فلسطين نعم وأيضا أنت بتمدك المعلومة في حد ذاته وتنشرها ومهم جدا إشراك الناس من أجل توعية الناس إحنا مش هربة من مسؤولياتنا ولا إنه إحنا منحكي في كلام نتدعي فيه عنا إنجازاتنا في مكافحة تقافة المخدرات بصراحة وبكل شفافية أنا إحنا ضمن هذه الإحصائيات وهذه الأرقام ما بحكي أنا يعني بكلام إنه فقط إنه بيبدأ حكي على الإعلام فيه لا ضمن إحصائيات وأرقام إنه إحنا فيه تصاعد وهذا جزء من مشكلة العالم الآن وفق ما هو آآ ما نرى من الانفتاح ومن خلينا نحكي آآ قلة آآ أحيانا الضوابط الاجتماعية أو اختلافها أو أحيانا آآ يعني آآ إحنا عنا كشعب فلسطيني عنا خصوصية مم ما بنقدر إحنا يعني نحط على يعني آآ نهملها اللي هم إحنا موضوع لحد الآن إحنا الدولة الوحيدية دي تحت احتلال تحيح لو بنا نيجي نحكي على حواث المرور بنا نرجع على موضوع احتلال كل شيء مرتبط مرتبط ولكن مش شمع بس ولكن موضوع المخدرات وفق الإحصائيات عنا بنسب وأرقام أكثر من 90% هو يأتي من مناطق 48 بجميع يعني تعتبر قضايا خلينا نقول دخيلة أو حتى يعني آآ عملية آآ آآ الترويج أو آآ نقول بوصلة اللي بتمشي فيها هي شيء دخيل على آآ هنا الأراضي الفلسطينية آآ المحتلة إجمالا يعني آآ هو شيء أو خلينا نقول آآ آآ يعني آآ رزد آآ قديم ومتطور وحديث في نفس الوقت لكن آآ ذكرت شيء إنه الاحتلال ولكن اليوم السؤال سيادة المقدم آآ في البعض بيقول طب مع وقف التنسيق الأمني هل بالإمكان التعاطي والتعامل مع قضادة آآ المخدرات يعني كيف راح تكون آلية عملكم هل آآ آآ العمل الرقابي والقانوني سيبقى جاريا آآ خاصة فيما يتعلق قضادة المخدرات أم ماذا؟ يعني آآ احنا بنتبر الموضوع السياسي هو ان انتحاب آآ آآ إنا عن موضوع العمل آآ مهم آآ احنا كفلسطينيين طلوع منا مربوطين بالسياسة بس ولكن أنا باحنا بنتبروه كده كأحد التحديات الجديدة اللي احنا آآ سابقا كنا نشتغل آآ في هذه التحدي وبنتبروه تحدي جديد انه لازم نتجاوزوا لانه احنا مصلحتنا ومصلحة ابنائنا فوق كل اعتبار في في المناطق اللي تفضلت فيها مواتق باوسيء او باوجيم آآ يعني صارت اشكاليات في موضوع العدم التنسيق ولكن احنا آآ كشرطة وكجزء من منظومة المنظومة الامنية في في البلد وبالتنسيق مع الادارات المختلفة في الشرطة نعم تقومنا اقومنا بترتيب لقاءات مع المجالس البلدية والمع رؤساء البلديات والمجالس القروية في هذه المناطق خلصنا قسم احنا مستمرين في التواصل مع البلديات والمجالس القروية الاخرى من اجل آآ آآ رسم خارط الطريق نعم بحال آآ يعني وضعتم خطة آآ بديلة وخطة لتعامل مع آآ ال الوضع القادم ربما يعني نعم آآ في آآ لنقل بكل ظروفه سواء كانت ايجابية او سلبية ضمن انوان ال 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 غاية خيره من العلاج. مهم. يعني احنا استبقنا موضوع الحصول الجريمة من اجل يعني نصير آآ نركض وراء آآ متابعة الجريمة. حاولنا احنا قبل الاستدراك هذه النقطة وانت تعلمين ما حصل في بعض المناطق في موضوع الجرائم المخدرات او غيرها. سعيد سعيد. فقمنا بالتنسيق وبالتنسيق بشكل مباشر. مهم. مع آآ الاخوان في هذه المناطق. وايضا آآ تم التنسيق وجارة التنسيق في مع الاخوة في آآ التنظيم وآآ ومناء سر المناطق من اجل آآ توحيد الجهود وتطافرها. نعم. آآ بس انا حب انا آآ اذكر نقطة محددة. انا بصراحة فوجئت في حجم التعاون آآ آآ اخواننا المواطنين في هذه المناطق. وكم الاريحية اللي اشعرت فيها في موضوع التواصل والتسهيل الامور بقدر المتاح. واكثر من المتاح ايضا. نعم. طب هل 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 هذا التعاون ايضا لوحدة وشهدة من خلال قضايا التي تعاملتم معها آآ بالتبليغ من قبل المواطني لانه في متعاطين هنا في هذه المنطقة لربما هنا مروجين آآ يعني تجيكم اتصالات سيادة المقدمة من المواطن بتقولكم آآ في آآ في المنطقة الفلانية ناس بتتعاطى او ناس بتقوم بالترويج يعني هذا التعاون موجود? آآ بعيد عن الموضوع اللي احنا بنحكي فيه حاليا بشكل عام. كمكافحة مخدرات وكشرطة. احنا شريكنا الرئيسي ومصدرنا الرئيسي هو المواطن. صحيح. وفي اغلب آآ قضايا اللي احنا بنقوم فيها حتى النوعية. مه. يكون. مواطن قارع الجرس مواطن. مه. احسنت فبكون باستمرار انه آآ هاي الثقة بيننا وبين المواطن. مه. آآ منظومة الامن ولا مرة كانت آآ بعيدة عن عن المواطنين. مه. او او بتكون ضدهم. في هذا المجال بالذات المعلوماتي. صحيح. واكبر دليل ما نلاحظه الآن في اعتى دول العالم. مه. في حين آآ بعد المواطن عن آآ آآ اجهزته الامنية اللي بتحفظ امنه ماذا يحصل ومن النتيجة. مه. احنا باستمرار كشرطة. وبرجع بأكد كشرطة. مه. وكفرع من كاو كاو ادارة من ادارات الشرطة وهي مكافحة المخدرات. مه. شريكنا الاساسي. والمستدام. هو المواطن. مه. آآ لو حضاب بالآ بالآ فترة. حضرتك بالآولة الاخيرة في موضوع آآ تسريع وتسهيل التواصل مه. آآ في احصائية شهر خمس اللي فات. مه. يعني كان ارتفاع عدد كبير في عدد القضايا الضبطيات الموجودة من مواد المخدرة. مه. في هذه المناطق وفي مناطق العامة بشكل عامل محافظة. مه. هذا بدلل انه احنا باستمرار. مش هازم نوقف في مكان محدد. نعم. او في زمان محدد. نعم. 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 لانه اولا آآ ابنائنا اللي في المناطق آآ باوسي. وهي المناطق يعني كما هو معلوم. هي فلسطينية بامتياز. صحيح. فآآ ترج اي فراغ فيها. مه. طب سيط المقدم السؤال هن آآ طالما انه احنا لا نزال آآ في ضمن بقايا اثار ازمة الكورونا التي آآ طالما ان الفيروس موجود. اذا نحن آآ حتى هذه اللحظة في حالة الطوارئ. وبالتالي آآ كيف كان الوضع آآ فيما يتعلق والآآ المخدرات وازمة الكورونا. هل زاد من التعامل مع هذه الآفة ام لربما كانت هناك نسب قليلة? يعني آآ آآ موضوع آآ موضوع الكورونا وارتباطها في المخدرات يعني ما فيها ما في كان اي رابط بينهم. ولكن آآ هي زمان انا قلت في بداية كلامي موضوع مخدرات. احنا اكثر من سمية من وفق الاحصائيات من المخدرات والمواد المخدر تأتي من مناطق التواني. لذلك السؤال اآ كان انه بارتباطه مع اغلاق بصراحة كافة المنافذ ربما في الانتقال والتنقل ما بين هنا الضفة واراضي الداخل المحتل. صحيح. يعني قلة الحركة وحصر الحركة في فترات معينة. صحيح. ادى الى صحيح تقليل تعاطي هذه المادة وتسهول تحصول عليها. صحيح. طب بالنسبة لي آآ القضاية التي يتم التعامل معه هنا في محافظة تول كرم. يعني الاحصائيات الاخيرة والاخبار التي تردنا مباشرة من مديرية شرطة تول كرم. وبالتحديد قسم مكافحة المخدرات. هناك يعني كما نقول تعامل ورقابة ملحوظة اول باول في القضايا ورصد الكثير من هذه القضايا. هل بصراحة تتركز في مناطق او بؤر معينة؟ ام ان كافة البقاع الجغرافية هنا في محافظة تول كرم آآ هي معرضة بطبيعة الحالة مثل هذه الآفة. هنا والاشي انا مشكرك على السؤال يعني في الصميم. في موضوع المخدرات هي لا تعرف لا مكان ولا زمان محدد ولا دين ولا كله معرض. كله معرض في محافظة صحيح. ولا جنس محدد. هو كله معرض في هذا المجال. احنا دائما باستمرار في موضوع المكافحة هذه الآفة. باستمرار احنا بنحكي اه يجب باستمرار توفير مظلة وقائي كافية للمجتمعنا. صحيح. جميع فئاته. مم. العمرية. فئاته العمرية. مم. فئاته حتى الفكرية. مم. لانه ما في حدا يعني محصن في فترة من الفترات او في وقت من الاوقات. مم. ولكن باستمرار اه من اه عمل الوقاية اللي بنقوم فيها احنا وشركانا طبعا. مم. في هذا المجال. والوعي الموجود عند الناس باستمرار احنا بنراهن عليه. مم. بادي الى وجود اه حماية لأطفالنا ولا شبابنا. صحيح. من هذه القافة. صحيح. في اه باستمرار احنا من يعني في موضوع اه الفئة العمرية وموضوع من خلال الاحصائيات والضبطيات. الفئة العمرية المستهدة في هذا المجال هو من خمس طوال نحكي. مم. لأربعين سنة. نعم. وهذا هو جيد العامل في المجتمع وجيد الشباب. مم. شو قداش اذا احنا نوفر اه مظلة وقائية للعمل في اه في عالفئة العمرية هاي. مم. قداش احنا نوفر جهد بعد عشرات السنين في اه تحصين المجتمع. صحيح. وإيجاد مجتمع منتج. نجي في المجتمع صحي ومنتج وخالي من اي اه يعني تفكك من النسيج المجتمعي بصراحة سواء كان اسريا صحيا او حتى اقتصاديا. لانه اه اه هذا الالآفي هي مش بس اه فينا نقول انها فيروس مرضي فقط لا غير هي بصراحة اه 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 يعني بتقوم بالاساءة وتدمير المجتمع بشكل كامل متكامل. احنا اذا بدنا اه كمان نتحدث عن مواطنين مثلا. حابين انهم اه يبلغوا عن وجود بعض اه سواء المروجين او المطاعتين. كيف بتتم الاتصال والتواصل اه بين هذا المواطن الصالح ومن باب المجتمع المواطنة الفاعلة كما نقول. نعم. مع اه اه اقسام اه مكافحة المخدرات. يعني اه اه احنا عنا تلف خط عام مجاني اه على جميع الارقام اللي هو رقم واحد سفر سفر مية. نعم. باستطاع اي مواطن اه تصال عليه وهو مجاني. والتواصل اه مع الاخوة في العمليات. نعم. بتوصيل الرسالة اللي هو اه برتقيها او اللي هو بحب يوصلها. مهم. هم الاخوان بقوم بتوزيع هذه المعلومات للاشخاص المعنيين في هذا العمل. نعم. انا ما بحكي عن مواصل عن موضوع المخدرات. انا بحكي عن اي. بشكل عام. نعم. بشكل عام جنائي او 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 اي ملاحظة. هم سعداء باستقبل اي ملاحظة. شو ما كانت الملاحظة? طب احنا عمالة ودائما بنقول خل النظر الاجابية موجودة والامل موجود. ومش غلط هذا من باب انه دائما بعطينا دافع وحافظ. بس بصراحة اكيد في معيقات بتواجهكم خلال العمل. شو ابرز هذه المعيقات? سواء كانت جغرافية. ممكن معيقات معلوماتية او ممكن يعني زي ما بنقول اهل مكة اضرابي شعبها وانتو اكثر ملامسة للحدث والواقع اللي بتتعاملوا معه. يعني موضوع المعيقات الاساسية هي خاصة الموضع المعيق الجغرافي في موضوع المناطق اللي احنا بنشتغل فيها وهو معروف رصنفاتها وموضوع الجدار والية كما هو معروف دخول العمال وخروج وفي احيانا بتكون في عندك فقدان سيطرة على على المكان الجغرافي او بشكل نسبي. هاي احد المعيقات الكبير الموجود يعني في الجغرافية. نعم. المعيقات الاخرى يعني كما هو معه يعني معروف اه احنا كمكافحة مخدرات ضمن ما هو موجود من امكانيات متاحة نستطيع العمل. مم. واكثر من ذلك ايضا بجهود شخصية ايضا وبالنفس الوطني. صحيح. والانتماء والولاء. ولكن اه بعيدا عن موضوع المعيقات اه وتوابحها. مم. من خلال ما لوحض بالاحصيات السابقة السنوات السابقة. والاشهر اه في في سنة عشرين عشرين. مم. حجم المعيقات الموجود مش زي حجم تعاوم المواطنين اضعاف مضاعمة. مم. يعني احيانا حجم المعيقات الموجودة بعوض اه على اه. تعاون المواطن بيعوض. يعني الناس ما بتتصور شو يعني اما تعاون انت في موضوع المخدرات. مم. وتوصل وتمرر المعلومة بكل سلاسة. يعني احنا بنقول النوع. قدش بتوفر جهد. صحيح. وقدش بتوفر تعب. قدش بتوفر انت اه حماية لابنائنا. مم. من اه اي خطر. مم. فاحيانا مع وجود هاي المعيقات ووجودها طبيعية بعتبروا في اي مكان في العالم. صحيح. مش يعني احنا اشي خاص عنا. ممم. بتعذبها يعني. بتخيري شو اللي بتوقعي في المعيقات ببصم لك علي يعني كموعيق. بس ولكن اللي بميزنا احنا احنا لسه يعني مجتمع خلال نحكي قريب جدا من بعضه. مم. معرفت الناس ببعض. مغلق صحيح. مجتمع مغلق. ما في اعمالي اجنبيين. ما في وافدين. مم. بظل الناس. يعني دائما بكون في معرفة ما يكون في اي منطقة بكل سلاسة وبكل سهوة. يعني اجمالا كما نقول تعاون المواطن يذلل العقبات والصعوبات في ظل العمل الرقابي والقانوني. اجمالا احنا بالعادة بنقول. نتمنى دائما وابدا يعني العمل المستمر والدقوب. ولكن هي الامنية الحقيقية ان يختفي هذا الوباء وهذا الداء. وان تكون دائما وابدا نبراسا في حماية المواطن. وان يكون المواطن عونا وسندا لكافة الاجهزة الامنية فيما يحقق المصلحة العامة وتغليب مصلحة الوطن بشكل عام. اجمالا نتمنى ان الرسالة تكون وصلت لكل مستمعنا ومستمعاتنا فيما يتعلق والتعامل للقانون والرقابل. اللي بيسألوا وبيقولوا هل ستفقد الاجهزة الامنية السيطرة او البوصلة في عملية ضبط الحالة الامنية. الاجابة لا. لانه في هناك تعاون. في هناك نقاشات وحوارات واجتماعات مع اللجان المجتمعية في مختلف القرى والاماكن والمحافظات. وبالتالي هذا يضمن سيرورة ودوام تقديم الخدمات الامنية لكافة المواطنين. يعني ما حدش يشتحي كثير بصراحة في موضوع انه اذا ما فيش تنسيق امني معناها فيش تواجد شرطي او ما فيش تواجد للاجهزة الامنية. كثير عمالنا بنسمع هالعبارة صحيح بالفترة الاخيرة سيادة المقدمة. صحيح. يعني بتلاقي احيانا في بعض الاشخاص مستفدين من هذه الظروف السيئة. او يحاول. او يحاول. صحيح. صحيح. ولكن انا بأكد تحت عنوان واضح. انه كشرطة وكإدارة مكافحة مخدرات سنبقى العين السهرة من اجل حماية مجتمعنا من هذه الافي قدر مستطعنا وقدر ما اتنا من قوة. نعم وكل الشكر والتقدير لكم سات المقدم وسام البحري مدير مكافحة المخدرات في شرطة طول كرم. شكرا جزيلا لك ودمتم وداما هذا النفس في العطاء. اجمالا نواصل وإياكم مشوارنا الصباحي. هل كان او هل استعجل؟